وداعا ميت جورني نعم كما تسمعون لا أعرف ماذا أقول لكم لكنني قد قمت بعمل هذه الصور من دون استخدام ميت جورني ومجانا لاحظوا لاحظوا الدقة هذه الصور التي تحصلون عليها من ميت جورني سوف أعلمكم طريقة لتحصلوا عليها مجانا ومن دون استخدام ميت جورني أو أي تطبيق على شبكة الإنترنت سوف تتمكن من عمل هذه الصور على حاسوبك الخاص وبدون حدود صور الذكاء الاصطناعي الآن لديك على حاسوبك وبدقة ميت جورني وربما أفضل بقليل لاحظوا النتائج النتائج تتكلم عن نفسها والآن جديدا في الساحة ميت جورني ميمك أي بديل ميت جورني الآن تم تحديث لورة جديدة تعمل على فوكس وعلى أي تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على حاسوبك الخاص وبكفاءة عالية ومجانا كما تلاحظون هنا يقول أنه بديل لميت جورني هذه اللورة تعمل ك أي إنها تزود الصورة بالتفاصيل أي إنها تقوم بتحسين الألوان وتزيد الكونتراست والبرايتنس PG Depth Enhancer أي إنها تقوم بتحسين عمق الخلفية الصورة أي إنها تزيد عمق هذه الخلفية وهنا ملاحظة لطيفة أعجبتني بصراحة يقول استخدمها كبهارات أو فلفل للصورة بكميات قليلة حيث أنه يقول هنا استخدم وزن اللورة من 0.1 إلى 0.8 فقط لا تتعدى ذلك أنا قمت بعمل دراسة بسيطة عن هذه الطريقة وكما تلاحظون أنا قمت باستخدام هذا البرومت للحصول على روبوت بصورة الأنيمي يشرب الشاي أو القهوة الآن هنا هذه الصورة من دون استخدام اللورة أي إنك تحصل عليها فقط من استخدام فوكس وهنا قمت باستخدام اللورة لكن بوزن 25% وبعد ذلك قمت بزيادة الوزن إلى 50% ولاحظ النتيجة لاحظ الفرق بين هذه الصورة وبين هذه الصورة وبعد ذلك قمت بزيادة الوزن قليلا إلى 75% وبعد ذلك لاحظ النتيجة النتيجة ولا أروع فلنأخذ مثال آخر قمت باستخدام هذا البرومت للحصول على رجل فضاء تظهر فيه الأرض في الخلفية وهذه هي الصورة من دون استخدام لورة باستخدام فوكس فقط قمت بزيادة وزن اللورة من 0 إلى 25% وهذه هي النتيجة وبعد ذلك قمت بزيادة الوزن إلى 50% وهذه هي النتيجة وبعد ذلك قمت بزيادة الوزن إلى 75% وهذه هي النتيجة كما ترون النتيجة شيء ولا أروع ونلاحظ هنا بأن التفاصيل تزداد والألوان والدقة تزداد مع زيادة وزن اللورة وهنا كذلك مثال آخر قد استخدمت هذا البرومت وهو وهذه هي النتيجة باستخدام فوكس من دون اللورة بديل ميجورني وبعدها استخدمت اللورة بوزن 25% وهذه النتيجة لاحظت التفاصيل والألوان كل شيء يتزايد وبعد ذلك قمت بزيادة الوزن إلى 50% وأصبحت لدي هذه النتيجة الجميلة كما تلاحظون الدقة عالية وهناك تأثيرات للصورة وألوان وعمق للخلفية وبعد ذلك قمت بزيادة الوزن بجنون وجعلته 75% وهذه هي النتيجة كما تلاحظون الجمال يتزايد بزيادة وزن اللورة فلنأخذ مثال آخر وهذه هي صورة قمت بعملها عن طريق فوكس استخدمت برومت لفتاة بالقرب من كامب فان وهناك أحجار وكذلك غيوم في الخلفية وإضاءة جميلة وحصلت على نتيجة لكن نتيجة لم تعجبني في فوكس فاستخدمت اللورة المطابقة أو المحسنة التي تجعل فوكس يعطيك نتائج أفضل من ميجورني وباستخدام لورة بوزن 25% حصلت على هذه النتيجة بتفاصيل رهيبة النتيجة مرضية جدا لاحظ 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 الظل لاحظ كل شيء لاحظ الألوان الخلفية كل شيء جميل قمت بزيادة اللورة وحصلت على هذه النتيجة باستخدام 50% من وزن اللورة وبعد ذلك قمت بزيادة وزن اللورة إلى 75% وهذه هي النتيجة كما تلاحظون حتى هناك سوائل على الأرض وكذلك تلاحظ هناك ظلال وكل شيء التفاصيل جميلة لا أتصور أنك تستطيع الحصول عليها في أي موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي فلنأخذ مثالا آخر استخدمت هذا لبرومت وهذه النتيجة لفوكس من دون استخدام اللورة وهنا قمت باستخدام اللورة 25% وهنا قمت باستخدام اللورة بنسبة 50% وهنا 75% ولاحظ التفاصيل والدقة والأرضية وكل شيء أصبحت صورة احترافية بدون أي شك مثال آخر استخدمت باستخدام اللورة 25% وهنا 50% وهنا 75% ولاحظ النتيجة والتفاصيل التي تضاف إلى الصورة كل ما زاد وزن اللورة وهذا مثال آخر أعجبني جداً كما تلاحظون هنا حصلت على هذه الصورة باستخدام فوكس من دون اللورة وهنا قمت بإضافة وزن اللورة 25% وهذه النتيجة وبعد ذلك قمت بزيادة وزن اللورة إلى 50% ولاحظ لاحظ التفاصيل ولاحظ الدقة لاحظ البشرة لاحظ الشعر ويمكنك أن تقارنه بهذه الصورة الاعتيادية وهنا كذلك قمت بزيادة الوزن إلى 75% ولاحظ النتيجة لاحظ الدقة لاحظ الألوان لاحظ التفاصيل قارن بين هذه الصور وهذه الصورة الموضوع فيه فرق شاسع جداً والآن فلندخل في صلب الموضوع سوف تأتي إلى هنا وتقوم بالضغط على Download Options ثم تقوم بحفظ هذا الملف ملف اللورة تذهب إلى ملف فوكس في حاسوبك ثم تدخل إلى Models ثم تذهب إلى Loras وتقوم بحفظ الملف هنا داخل ملف اللورة في Models في فوكس وها هو MJ52 Safe Tencer وبعد الحفظ سوف أعود الآن وأدخل إلى تطبيق فوكس ومن لا يعرف ما هو تطبيق فوكس عليك متابعة الحلقة التي سيظهر رابطها أعلى في هذه الحلقة قمت بشرح كيفية تثبيت فوكس على حاسوبك الخاص مجاناً والآن سوف نتكلم عن الطريقة بالتفصيل أول شيء أنا سوف أستخدم Preset Initial وسوف أستخدم Quality وسوف أستخدم Aspect Ratio 2024 إلى 2024 عدد الصور واحد فقط وسوف أجعل Seed Random لأحصل على صورة جديدة وهنا سوف تأتي إلى Model السحر يكمن هنا يجب أن تستخدم المودل Juggernaut XL V8 الذي يأتي مع فوكس سوف أقوم بإلغاء اللورة الموجودة مع فوكس وأقوم باختيار اللورة الجديدة هنا وهي MJ52 إذا قمت بتحميلها وأنت تشغل فوكس عليك أن تضغط على Refresh All Files وسوف تظهر لديك هنا الآن سوف أقوم بإطفائها وإلغائها وأعود إلى هذه الصفحة الرئيسية وسوف أستخدم Prompt هذا هو Prompt لفتاة لديها شعر أحمر طويل وكذلك هناك البعض من النمش على أنفها والخدود سوف أضغط Generate وهذه هي النتيجة من دون استخدام لورة أو أي شيء من هذا القبيل نحن نستخدم الآن فوكس فقط وهذه هي النتيجة والآن سوف نأتي إلى السحر سوف تضغط على Models ثم هنا ملاحظة مهمة يقول في الشرح مهم عليك استخدام وزن 0.1 إلى 0.8 فقط أي أننا نتلاعب بين هذين الأرقام سوف نستخدم وزن 0.25 ونقوم بتشغيل لورة ثم يجب علينا أن لا ننسى أننا يجب إلغاء السيد الراندوم أي أنه يجب أن نعمل على نفس السيد لكي نرى النتائج والفرق سوف أضغط الآن Generate وهذه هي النتيجة بعد استخدام لورة بوزن 25 هذه هي الصورة الأصلية بدون استخدام اللورة وهذه هي الصورة باستخدام اللورة بوزن 25% فقط لاحظ الفرق الآن هذه هي الصورة بدون استخدام اللورة وهذه الصورة باستخدام اللورة بوزن 0.25 فقط تلاحظ الألوان والتفاصيل المضافة انظر إلى الأسنان انظر إلى الفرق انظر إلى الشعر والتفاصيل شيء جميل جدا 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 فلنقل أننا نريد أن نزيد من وزن هذه اللورة سوف أقوم بعمل وزن اللورة 0.5 أي 50% من وزن اللورة سوف نضغط Generate الآن وهذه هي النتيجة باستخدام وزن 50% من اللورة وهذه هي أين هي الصورة الأولية هذه هي الصورة الأولية من دون استخدام اللورة وهنا نحن نستخدم 50% من وزن اللورة لاحظ التفاصيل لاحظ الألوان كل شيء أصبح أفضل من نتائج ميت جورني ومجانا وعلى حاسوبك الشخصي وبدون حدود وكذلك لست بحاجة إلى استخدام الانترنيت أصلا فلنجرب الآن استخدام 75% من وزن اللورة وسوف أضغط Generate هناك من يقول أنني أفضل استخدام مواقع الذكاء الاصطناعي الحصول على الصور لأنها تقوم بتشغيل حواسيب ذات قدرة عالية جدا وأنك مهما عملت لن تتمكن من الحصول على نتائج مشابهة للنتائج التي تحصل عليها من هذه المواقع لكنني أقول لك أنت مخطئ يا عزيزي اتبع هذه الخطوات وسوف تحصل على نتائج أفضل ومن دون الحاجة إلى الانترنت وهذه النتيجة باستخدام وزن اللورة 75% وكما تلاحظون أننا يجب أن لا نتجاوز هذه الكمية من وزن اللورة لأن التفاصيل تصبح دقيقة بصورة جدا عالية وفي بعض الأحيان هذا غير مستحب في الصورة أتمنى أن تكون لديكم الآن الفكرة كاملة أي أنك يجب استخدام اللورة من وزن 0.1 إلى 0.6 أو 0.7 لا تصل إلى 0.8 بكل بساطة والآن اضغط لايك وسبسكرايب واترك تعليق نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله